عشان كده هنحاول نشوف مع حضراتكو ب بعضمة لسانه يغيب الأداء ولا تغيب الشخصية ده كلام مهم جدا الأهلي في المباراة الأخيرة في السودان غاب الأداء القوي الأداء الممتعي الأداء اللايق بكرة القدم الأهلوية في معظم فترات المباراة لكن لم تغب شخصية الأهلي بالذات في الأوقات الأخير عندك تعليق؟ لا ما هو ده المطلوب من الفرقة الكبيرة لما يبقى اليومك بالأخبط وتستطيع أنك تتجاوز الأمر والصعوبات الجاملة اللي حصلت على الأهل اللي انت كده بتقول لا يا جماعة محدش يفتكر أن الأهلي مهما كان يعني لقمة سهلة لا الأهلي زم أنت قلت كده قد يغيب الأداء وده مش مطلوب ومش بيسعدنا وبيضيقنا جداً ولكن اللي ضيقنا منه أنت غيب الشخصية لأن أنت ممكن تقدي بفانتازيا لكن الشخصية مش موجودة في إرادة الناس ويروح منك الماتش وتقول أنا جبت جون حلو أو أن أنا لعبته مورا حلو لا الهدف لازم يتحقق والحمد لله أنت ناس كتير بتقول لك ما أنت كده كده حتى لو خسرت كدت حتت حتت آهل لا أنا أنا ما كنتش ساب بقى الأمور أنا بتعادل عشان أؤكد أن مصيري في إيدي الفرحة العرمة ليسر إبراهيم لا ليها ما يبررها طبعا فرقة مغلوبة اتنين وهو يتحمل أمام الرأي العام هو وبدر بنون بعدين يقبقى هما اللي اتنين هما أسباب التعادل ده هما أسباب جونيل فيك هما أسباب التعادل لازم يفرح ولازم يقول هو كمان مش عارف النتيجة برا هو هو احتفل كده احنا الحمد لله ضمانا أو كده تعادلنا ما خسرناش الفرحة العالمة دي شخصية الأهلي هو مش فرحان وهو في موقف اليائس خرج من البطولة وفرحان فالناس تقول لك هو فرحان ليه تعرف لو هو خرج من البطولة وفرحان كنت حزعل جدا إنما لا ده هو خرج وهو متقاهل أنت راي عشان تتقاهل سنة فاتت قدام الهلال راي عشان تتقاهل بتحقق الهدف المطش مش حلم للأسف الشديد طب ليه المطش مش حلم مين المسؤول على أنه المطش مش حلم نشوف رأي الكابتن واق الجمعة تعادل يحفظ كرامة الأهل واللي احنا عايزين ومن المباراة كنا عايزين نتصدر المجموعة فوزنا يخلينا في القرية من فريق سنبا ولسه فريق سنبا جاي القاهرة تقدر تفوز عليه تتصدر المجموعة نعم انت بتدخل نفسك في حسابات غريبة جدا استغل النادي الأهلي التراجع البدني الكبير اللي حصل للشوت التاني من فريق المريخ والتغييرات اللي نزلت زودت شوية القدرات الهجومية مبروك التأهل وننتظر الأفضل إن شاء الله في قادم المباراة شوف هذا الهدف كابتن واق اللي انت تحدثت عنه باستفادة البداية من عند مرمى فريق المريخ بيحصل بيحصل انت في خلال مشوارك بتقع في مباراة سيئة تقدم فيها أداء سيئ هل يلام اليوم وسيماني على هذا الأداء أم الملامة على اللاعبين؟ كلام من كابتن محمد لأ أنا أراه الجزء كبير من الملامة النهاردة على اللعبة ليس المدار التنفيذ لا التنفيذ المدارب في البداية اختار التشكيل الصح المدارب اللوحك ه Liberal overthrow التشكيل الصح من البداية أنا لوم على اللعبة اللي هي بتنفذ هي اللعبة اللي بتنفذ فكر المدرب أكيد هو المدرب مش هيطلب منهم إنه يلعبوا كرات طويلة مش هيطلب منهم أكيد عارف إن الملعب سيئ واتمرن على الملعب وعلى أرض الملعب ويطلب من أفشن ويقدي دوره لكن كراءته للخصم بين الشوتين يحمد عمل تغييرين ممتازين في وقت مناسب ان خرج مروان وخرج أجايل كانوا بعيدين تماما الشوت الأول وخرج حتى في الوقت المناسب ديانج اللاعب الارتكاز الدفاعي في وسط الملعب ويرجع الفريق مرة تانية للتعادل فتعامل جيد يعني لا يولي العناصر لا نشوف ان اللاعب يتحمل بشكل كبير لكن يا كابتن الأهلي مشكلته حتى الآن يعاني في عدم ثبات المستوى في البطولة بين شوط وشوط ومورة ومورة عدم ثبات المستوى نشوفه عادي يا أحمد الفريق التزبزب ده يعني ما تقدرش تكلم فيه خالص النادي الأهلي لما فقد جمهوره وفقد المسندة والدعم الكبير لجمهوره بقى زيه زي كل الفرق طبعا كابتن واقل الحقيقة لمس حاجات مهمة جدا إنما مسائل الكورة الطويلة وكورة أسارة دي حاجة ليه علاقة بالملعب خلي بالك ممكن ملعب لو سايق جدا يبقى ضد المهارة فبتحب تتجاوز المهارة والنقل لكن مش هي دي النقطة النقطة هو قال نقطة مهمة جدا لماذا يتحمى اللاعبون المسئولية لأن معظمهم كانوا في حالة سيئة طب هي حالة سيئة ظروف ملعب وقت حرارة إرهاق ممكن جدا استسهال للمباراة لكن مؤكد إن الأهلي يعاني من عدم ثبات الحالة الفردية للعبته نتيجة الاعتبارات دي كلها نتمنى أن يتعافى منها سريعا عشان نقدر نشوف الأهلي اللي إحنا بيفرحنا طيب ده كلام مهم جدا على فكرة الاتحاد الكرة أعلى منذ قليل إن المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد اجتمع مع البرتغالي في إنجادة لإسناد مهمة المدير الفني للاتحاد الكرة لفنجادة للتخطيط للكرة المصرية في كافة قطاعاتها في إنجادة إيه اسم معروف في عالم كرة القدم كرس شحو مانو جوسيبا عشان يجي الأهلي ويمكن جه مصر وقعد لتعاقد ومجاش لا قعد فعلا ولكن ما اتفاقش في آخر اللحظة وبعد كده جه زمالك فهو وجه معروف سواء في البرتغال أو في مصر من الكلام اللي كان بتقلع عليه وقتها إنه عنده كفاءة في رسم الخطط السراتيجيات مدير فني ده فكر كويس بس كان شايفه هي خطوة اتأخر السبعة خمس ست سنين لأنه سنه كبير كمان حيبوا عنده الولع والشغب والتركيز إنه يليف ويدور ويعمل خطة لتطوير المدير الفني التعدى بتاع ايه؟ تطوير الكرة المصرية رسم الخطط طويلة الاجل ومتوسطة الاجل وقصيرة الاجل فدي عايزة موجود جميل جدا بس أحيانا لما توصل إلى درجة الخبرة دي ألمانيا عملتها مع فيتسا آآ والنهضة اللي حصل بعد فيتسا ما تولى هذه المسؤولية آآ يعني كانت نتيجتها ألمانيا كسبة تكسل عالم أكتر من مرة وشوفنا الفريق المرعب آآ بتاعها وما زالت الكرة الألمانية بتحظى باحترام العالم كله إذن آآ خطوة نتمنى هو أهم حاجة بقى انت جئت الراجل انت تسمع كلام ولا تقول له أنا عايز كذا ولا تسمعه الكلام ايه زي بطل؟ يعني جاهري لما جاه مرة كان عايز يعمل آآ حاجة عشان كان عندنا آآ مسابة تحت تلاتة عشرين ها تصفيات للدورات الولمبية فكان عايز يعمل مسابة تلاتة عشرين خلوق في أصحاب النظرة الضيق دي معمولة عشان نادي كذا ونادي كذا ونادي كذا الراجل استقال بعد ما قالوا له أوكي قالوا له لا إن كنت جاي بمدير فني أرجو أي مدير فني يجي يشترط إنه رأيه ما بقاش استشاري استشاري رأيه ينفذ أفكاره آآ ينفذ أفكاره بس في الحالات دي نقدر نحكم عليه نتمنى طيب كلام الكابتن واي الجمعة اللي حتى الزميلة عحمد فوقت بيلاح عليه وانا بلاحظه حتى لما الأداء يبيبقى كويس قبل ما يتكلم كلمة اشهادة بأداء لقال النهاردة هو ليه لقى لقى لأداء ومتزبزب هو ليه لقى لنهاردة كويس مع إنه قبل كده كان وحش وباستمرار الناس وقفى عن فكرة تزبزب الأداء ليه كابتن طرق العشري حاول يجاوب عن أسباب هذا التفاوض في أداء الأهلي نشوفه إيه سبب التفاوض في مستوى النادي الأهلي هذا الموسم من وجهة نظر فيش كضغط المبارات مهم جدا الأجواء اللي بيلعب فيها النادي الأهلي طبعا أجواء أنت تعرف من دمن الحاجات السلبية اللي بتواجه الفرق أن الفرق كلها بتلعب على الأجواء اللي احنا بنلعب عكسها يعني مباراة المريخ المباراة الظهر الثالثة عصرا ديت يعني في توقيق في السودان تعرف درجة الحرارة جدا جدا عالية جدا جدا وأيضا كان فيه أعتقد مع سمبة نفس الكلام هتلاقي الدرجة الحرارة قصرت كتير جدا على اللعبين خاصة أن ما فيش أدبتيشن أن أنت دلوقتي الوقت قصير جدا جدا أنت بتروح للدول دي يقوم والتاني بتلعب والتالي بتمشي كان زمان الدنيا بتختلف على الأقل بتقعد أسبوع عشان تتأقلم لكن الشيء المهم أن حتى في ظل انخفاض المستوى لكن الهدف بيتحقق وده مهم جدا جدا خاصة في فرق البطول لما انخفض المستوى مهم جدا جدا تحفظ على النتيجة لأن أنت دايما بتمر بين مرحلة صعود وارتفاعل في المستوى ومرحلة هبوط للعبين نظرا للإجهاد نظرا لضغوط المباريات نظرا للمبارات الدولية رأيك في بيتش موسيماني في تجربته مع النادي الأهلي حتى الآن أنا شايف أن الرجل بيحطه لمساته وانبتدى يعني يخطو خطواته الأولى في تثبيت أقدامه مع النادي الأهلي النتائج هي اللي بتعبر عن شخصية المدرب أي مدرب النتائج بتتكلم عنه أنا شايف منه على صعيد النتائج الدنيا الحمد لله مستقرة بشكل كبير جدا طبعا هو قال نفس الكلام اللي كنا قلناه هزي لاش هت مبررته يا جماعة لكن بنحط الظروف اللي تواجد فيها الفريق تقدر تأثر بنسبة قد ايه على الأداء ومش معنى ان انا لعبت في الظروف دي قبل كده وكسبت ان دي هي تبقى قاعدة يعني ممكن يجي ولك انت هتقول لي الحرارة ما انت لعبت في الحرارة ما هتقول لي الملعب ما انت لعبت في ملعب اسوأ منه متى ايوة بس مش كل مرة الظرف بيختلف دوافعك حتى مش دوافع كمان انت حالتك البقدانية كلام ده كان من اسبوع ما انت مسافر ورجعت وبسافر يعني يعني المسي كل تلات ايام انا حتى لاحظت انه يمكن حافيز دراجي في المباراة المعلق قال لك شي غير طبيعي ابدا ان انت في تقريبا اتنين وتلاتين يوم بتلعب خمساشر مباراة ما حادش بيجيس الكلام ده ها لكن هو مؤكد له علاقة انه ما بقاش في احسن حالاتي مم ولما ما تبقاش في احسن حالاتك يحصل التزف مم بس